وعلى مدار ستة أعوام من الحرب في سوريا تعرضت مدينة حلب التاريخية لحجم دمار هائل هذا دمار الذي خلفته الحرب لم يمنع عشرات المتطوعين من بدء أعمال ترميم هذه المنطقة الأثرية المزيد في سياق هذا التقرير المدينة التاريخية في حلب أو ما تبقى منها تقف لتشهد العالم على ما فعلته الحرب بواحدة من أقدم حضارة الدنيا هكذا بدأت المدينة التاريخية في حلب كأن حياة لم تقم هنا وكأن بشرا لم تطأ أقدامهم تلك الخرائب في الصحة التي تتناثر بها الأنقاض خارج القلع القديمة في حلب وتحت القباب المتشحة بسواد الحرائق في السوق المغطى شرعت مجموعة من العمال في إزالة آثار الدمار الناجم عن الحرب التي دمرت تراث المدينة التاريخية الذي لا يقدر بسمن حيث ما وليت وجهك في المدينة التاريخية بحلب ترى حجم دمار يفوق في تقدير العين عشرات السنين وليس حرب لم تتجاوز ستة أعوام في باحة المسجد الأموي وقف مجموعة من الصيب على التقاط الصور السلف أمام الأسوار التي تغطيها آثار رصاص حتى بات من الصعب رؤية حجر بلا أثر للنيران وعلى باب الجامع الأموي الكبير لا تملك إلا الدهشة كيف كان وكيف أصبح وكيف تحولت هذه التحفة المعمارية إلى كتات من الخراب والدمار الحوائط والجدران وحجارة المسجد تهدمت وأطلالها أصبحت تبكي على التاريخ وبالرغم من كامل خراب الهائل حاكف نحو عشرين متطوعا يملأهم الأمل على فرز قطع الحطام في خان الجمرك وهو واحد من أجمل النزل التي تعود إلى العصور الوسطى في السوق المغطأ خراب بهذا الحجم الذي رصدته عدسات الكاميرات في المدينة التاريخية بحلب يشبه كثيرا المشهد في عدد من المحافظات السورية وعلى رأسها حمص وحما ودرع وإدلب فهل يمكن للحرب أن تضع أوزارها وتتوقف عند هذا الحد أم أن أمامها المزيد من الأعوام لتأتي على حضارة الإنسان ومستقبله